مع ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها المملكة وتزامن ذلك مع الإجازات السنوية والرسمية أقبل الكثير من المواطنين والمقيمين على حجز برك السباحة المنتشرة في المملكة وقد اصدحمت حجوزات برك السباحة حتى غطت معظم البرك نسبة تصل إلى 100% حتى انتهاء فصل الصيف الحالي التفاصيل مع زميلة إيمان شرف إن البحث هذه الأيام عن تاريخ لحجز برك السباحة أصبح أمرا في غاية الصعوبة فتسجيل أعلى درجات الحرارة هذا العام جعل الاتصالات تنهال على مدير برك السباحة لعل وعسى أن يجد المتصل فرصة حجز ضمن جدول يزدحم بالمواعيد فارتفاع درجات الحرارة وإقبال المستأجرين صاحبه أيضا زيارة في أسعار الحجوزات وهذا بالفعل ما أكده لنا أحد مديري برك السباحة الحجوزات امتلت 100% حوالي وبعضهم حتى لشهر الجاي عندهم حجوزات والسبب كله يعود إلى الإجازات اللي مرنا فيها إجازات رمضان بعدها وصلنا للعيد بعدها إجازات صيفية فصار قبال وايد على البرك طبعا الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ بعضهم رفعوا إلى المئة إلى المئة وعشرين وللفوز بفرصة للإيجار لجأ العديد من المستأجرين حجز برك السباحة قبل شهر أو أكثر كي يضمن الحصول على اليوم الذي يناسبه وخصوصا في أيام الإجازات الأسبوعية سافرنا وعندما رجعنا من السفر قبنا ندور على برامج مثل برك السباحة وعندما جئنا بنحجز برك السباحة معظم برك السباحة من تلأ من الحجوزات نبينا حجز لازم تحجز قبل فترة طويلة فإذا تبينا حجز قبل سبوعين وثلاثة سابع لا تحصل حاجز ولا سعار جدا ارتفعت صفة الخصوصية المتوفرة في البرك جعلت من العائلات البحرينية أن تقبل عليها وتتخذها وجهة للتسلية والترفيه رغم المشاريع الصيفية والمائية في المملكة إلا أن أغلبها قد يخدم فئة الشباب بنسبة أكبر البرتشة عندنا شيء أساسي في الصيف فيها الحار طبعا في بعض الشباب يتعلمون دورات تدريبية في الصيف يتعلمون السباحة ونستوانش في الصيف يجوزة خلاصنا الدراسة تزاحم كبير على حجوزات بركة السباحة رغم العديد منها إلا أن الكثير يلجأ إليها بحثا عن برامج مسلية لإمضاء أوقات ممتعة بين موجات الصيف الحارة إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين